اهلا وسهلا مشاهدين الكرام على أنفاس بريس معنا اليوم الأستاذ المهدي الحلو خبير اقتصادي وأستاذ سابق بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي وذلك لفتح النقاش حول تحديات الإجهاد المائي بالمغرب التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مواجهة الإجهاد المائي في المغرب أهلا وسهلا سابق الخير أستاذ الحلو ما هو تعليق لكم على المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتضمنت مجموعة من المقترحات حول مواجهة الإجهاد المائي بالمغرب في الحقيقة مشي للفتح النقاش والاستمرار في النقاش والنقاش نحن الآن نتحدث كذلك كرئيس شرفي الجمعية المغربية للعقل العالمي للماء وهي جمعية أنشئت في بداية القرن الحالي منذ قرابة 20 سنة ونحن نعمل على هذا الموضوع موضوع الحق في الماء موضوع الحق في الماء والحقيقة أنه المجلس الوطني للحقوق الإنسان جاء ببادرة يشكر عليها وهي بادرة إيجابية لأبدأ يتحدث مؤخرا عن بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن إشكالية حقوق الإنسان بالمغرب ككل الآن هذه المذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إيجابية إلا أنها مع الأسف فيها بعد النواقص أولا على مستوى الاشتراك أو المشاركة في هذا الموضوع أو في إنتاج هذه المذكرة الحقيقة أنه كان هناك اجتماع أواخر شهر شهر الماضي بالرباط وكان نقاش عام ساهم فيه العديد من المسؤولين الإداريين وكذلك بعض البرلمانيين وكذلك مسؤولين على بعض الجمعيات الحقوقية في المغرب إلا أنه لم ألاحظ أن ما قيل خلال هذا الاجتماع تمت العودة إليه في هذه المذكرة النقطة الثانية هي أنها المذكرة قصيرة تقريبا 22 أو 23 صفحة مخصصة لموضوع الماء هي مذكرة من 34 أو 35 صفحة إلا أن جزء منها هو جزء تقريبا شكلي والجزء المخصص للماء فعلا هو قربة 20 صفحة أو 22 صفحة في 22 صفحة لا يمكن أن تتطرق لمختلف المشاكل المرتبطة بإشكالية الماء والحقيقة الثانية هي أن المجلس الوطني الحقوقي للسان هو مجلس حقوقي مبدئيا والقضية قضية الحق في الماء هي قضية حقوقية ولم أرى أن قضية الحق في الماء ظهرت بجلاء في هذه المذكرة أولا شكلا على اعتبار أن تقديم المذكرة لم يتطرق للعديد من المواتق الدولية والعديد من القرارات التي اتخذتها الدولة المغربية لقل الحكومة بل الدولة المغربية منذ سنوات منذ سنة 1995 فيما يتعلق بالقانون الماء في سنة 2010 حين وقع المغرب أو صادق المغرب في الجمعية العامة الأمم المتحدة شاريوليوز من نفس السنة على مقرار الأمم المتحدة يقول أن كل دول يجب أن تضمن الحق في الماء لمواطنها ثم كذلك لم يتطرق بشكل صحيح للبند 31 دستور بحيث كان فيه حين ذكر البند 31 دستور لم يكن هذا الذكر صحيح كان هناك خطأ في هذا البند أو في العودة إلى هذا البند والحقيقة أن هذا البند يقول بشكل شبه صريح أن الدولة والجماعات المحلية يجب أن تضمن الحق في الماء إلى جانب حقوق أخرى الآن ما كان يطلب أو أعتقد ما يجب أن يطلب من المجلس الوطني الحقوق وما يجب أن يقول به ليس الحلول التقنية فيما يتعلق بالإيجاد المالي المائي أو أشياء أخرى التي تعتبر من قبيل السياسة ومن قبيل أشياء تقنية ومن قبيل أشياء التي تتطرق لها وزارة أخرى كوزارة الفلاحة أو وزارة الجهيز أو وزارة الصحة مثلا بل يجب كان على المجلس أن يتطرق فقط إلى الحق في الماء ما معنى الحق في الماء ما معنى ولوج المواطنين لهذا الحق ونعرف في المغرب وذلك منذ على الخصوص منذ ربيع سنة 2020 أن عدد سكان المغربة الذين يوجدون في وضعية هاشاشة يصل إلى 26 مليون ساكين فرد وهؤلاء السكان لا يتوصلون إلى العديد من الخدمات العمومية لا يتوصلون إلى العديد من الاستهلاكات الترورية لحياتهم العادية ولا يتوصلون إلى حقهم في الماء وصف الصحي والكهرباء وبالتالي كان على المجلس أن يعود ويقول أنه يجب على الدولة أن تضمن حق الوصول إلى الماء لهذه الجماعات لهؤلاء السكان قربت تلتين سكان المغرب وأنه يجب أن لا يمسها الحق وأنه يجب أن تقوم الدولة بكل الوسائل ضرورية سياسيا وماليا وتنظيميا ومؤسساتيا ليتوصل هؤلاء السكان بحقهم في الماء بعد أن تطرق إلى الحق في الماء لهؤلاء السكان لهؤلاء السكان للعائلات هو الحق للماء كحق في الحياة للتوصل إلى ملك مشترك وهو الملكية دي الماء التي يجب أن تكون ملكية عمومية ملكية دي المجتمع ملكية دي الدولة يضمنها وحق على الدولة تضمنه للمجتمع بعد ذلك كان بالإمكان أن نتطرق إلى القطاعات الأخرى ما هي إمكانات تلك القطاعات للتوصل إلى الماء وهنا أعود إلى ما كانت تقوله ولازالت تقوله الجمعية هناك شكلين من الماء الماء الأول هو ماء حق من حقوق الإنسان وهو الماء الذي يستهلك من طرف العائلات وهو الاستهلاكات العادية لضمان حياة المواطن كيفما كان مستوى المالي والاجتماعي والاقتصادي ثم هناك الماء كعنصر من عناصر الإنتاج هذا الماء هو الماء الذي يستهلك من طرف الفلاحة هذا الماء هو الماء الذي يستهلك من طرف الصناعة هذا الماء هو الذي يستهلك من طرف القطاع السياحي وبالتالي هناك فرق الماء ملك للمجتمع وهو حق من حقوق الإنسان وهو الماء الذي يستهلكه المواطنون في بيوتهم لراحتهم لاستهلاكاتهم العادية لحياتهم العادية ثم الماء كعنصر اقتصادي ومع الأسف لم يقم المجلس الوطني حقوق الإنسان بهذا التحديد أو بالتطرق إلى هذا الفرق الكائن كما قلت بين هذين القطاعين الآن ما هي النتيجة الاستنتاج الذي استنتجه من هذا التمييز الماء حق من حقوق الإنسان يجب أن يضمن كيفما كانت كلفته الماء كعنصر اقتصادي وكعنصر إنساج يجب أن يؤدي المستهلكون للماء في هذه الحالة أولا كلفة الإنتاج وتانيا تمن يزيد عن كلفة الإنتاج أو قيمة إضافية تزيد عندها كلفة الإنتاج وهذه القيمة الإضافية تسمح بتمويل ضمان الحق في الماء كما تحدث عنه وكما تتحدث عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يبتلي الحديث عن ضرورة أن يتوصل القطاع الفلاحي إلى كمية معينة من المياه الحديث أن يتوصل قطاع السياحة إلى كفية الدراج إلى مستوى معين من الماء الحديث كذلك عن الحلول الممكنة لمجابهة هذا النزيف الذي يمس قطاع الماء ككل أو يمس المياه الجوفية هذا ليس حديث من المجلس الوطني الحقوق الإنسان هو حديث تقنيل في نظرك الأستاذ الحلو ما هي الحلول وكيف يمكن مواجهة الإجهاد المائي في المغرب الآن فيما يتعلق بالحلول هناك حلول متعددة تقنية متعددة حين نضع الحق في الماء جانبا ونضع تمويل الحق في الماء جانبا فيما يتعلق بالحلول الممكنة لإشكالية الماء حاليا ومستقبلها في المغرب الحلول متعددة تبدأ أولا بالحل الأساسي وهو ضرورة ربط السياسة الفلاحية بالإمكانية الواجئة المائية الموجودة في المغرب ثانيا هذا الحل الذي تحدثت عنه هو الحل الذي يكمن في محطات سياسة المياه هو حل كذلك حي التقني كان على الدولة أن تتطرق إليه منذ سنوات ثم هناك الحل المرتبط بحفاظ على السدود وعلى الطاقة التعبئية للسدود وكيف سيتم الحفاظ على الطاقة التعبئية للسدود هو الحفاظ على الغابة التي توجد في دائرة السدود وهذا الحديث عن الغابة هو حديث يجرنا إلى حديث أشمل وهو أنه يجب على المغرب وعلى الحكومة المغربية وعلى الدولة المغربية أن تتطرق إلى قضية تغطية الأراضي المغربية تغطية التراب المغربي بتغطية غابوية تعود إلى النسب التي كان يعرفها المغرب في الخمسينة والستينات من القرن الماضي الآن الغابة المغربية تذهب إما حرقاً أو إما استغلالاً من طرف العديد من اللوبيات والعديد المستغلين في غالب الأحيان خارج القانون يجب حماية الغابة ويجب تغطية المغرب بغطاء غابوي يتمنس في السنوات المقبلة وفي العقود المقبلة أن تستمرت الأمطار في المغرب وبالتالي دون غطاء غابوي وفي ظل التحولات الجوية المناخية التي يعرفها العالم ستستمر انخفاض أو استمر الضغط على المياه المتواجدة وسندخله مع الأسف في العقود المقبلة في مرحلة من العطش أو من القناة المائي الذي لا يمكن أن نحتسب عقباه حالياً فيما يتعلق بالحلول مرة أخرى أعتقد أنه يجب أن تكون هناك ندوة وطنية ندوة وطنية استراتيجية لتقول أولاً لنعرف ما هي الإمكانية المائية المتواجدة في المغرب ما هي الوضعية الفعلية للماء في المغرب وضعية السدود وضعية المياه الجوفية وضعية الأمطار تطور الأمطار في السنوات المقبلة بارتباط مع التغيرات المناخية وبالتالي دون أن نعرف ما هي هذه الوضعية فعلاً لن نتمكن من معرفة ما هي الحلول الفعلية في كل منطقة في كل منطقة من مناطق المغرب ثم هناك هذه الندوة يجب أن تتطرق إلى الحلول الممكنة في السنوات المقبلة الحلول الممكنة في السنوات المقبلة وأنا أعتقد أن هذه الحلول سترتبط بمصالح بعض الأفراد أو مصالح بعض الشركات أو مصالح حتى بعض القطاعات بل يجب أن تنطلق الحدود من ما هو مصير بالنسبة للمجتمع المغربي بالنسبة للكيان المغربي مستقبلاً وهذه الحلول التي سنتطرق إليها وقد توصلنا إليها ندوة وطنية يجب أن تتكلف بها مؤسسة وطنية وحيدة لها إمكانيات مالية ومؤسساتية والسياسية لتسير قطاع الماء بشكل مستقل عن مصالح بعض الأفراد وعن مصالح بعض الشركات وعن مصالح بعض القطاعات فالمصلحة هنا هي مصلحة عامة وليست مصلحة أفراد أو مصلحة قطاعات أو مصلحة منطقة بعينها بل هي مصلحة الشعب ككل وبالتالي يجب أن تكون هناك هيئة وحيدة وواحدة للصلاحيات الدستورية والصلاحيات المالية والمؤسساتية والسياسية لتسير قطاع الماء بالشكل الذي يضمن كما قلت مصلحة البلاد ككل وليس مصلحة بعض الأفراد أو بعض الوزارات بخصوص الحفاظ على الفرشة المائية والوحات بالجنوب المغربي كيف يمكن الحفاظ على هذه الوحات أستاذ المهدي ونماذج دول أخرى نجحت الحفاظ على الوحات ديالها ما رأيك أستاذ أنا أعود هنا إلى شيئين لم يتطرق إليهما لمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهما شيئين أعتقد أنهما أساسيين نظراً لارتباطهما بوضعية المغرب المناخية ووضعية الإمكانات المائية وكذلك بوضعية السكان العديد من المناطق النقطة الأولى لم يتطرق إليها من هذه النقطتين هناك نقاط عدة تحدثت عن بعضها النقطة الأولى وهي قضية المياه المعدنية المياه الشرب التي تباع في الأسواق عين السلطان عين إفران وهي الحقيقة عين بن صميم سيدعلي والماس وغير أخرى وغير ذلك من المياه التي تستنزف الفرشة المائية لمناطق عدة ولا يستفيد منها سكان المناطق التي تستخرج منها ولا تستفيد منها كذلك الدولة ثم النقطة أخرى وهي قضية الوحات نحرف أن المغرب أن المناطق الموجودة إما في وضعية قلة الأمطار أو وضعية تصحور عدة أن المغرب الأخضر بين القوسين هو في الحقيقة أقل من 10% من تراب الوطني هو شمال غرب المغرب ثم واحد الجزء الشاطئي على الشاطئ الأطلسي على الشاطئ الأطلسي وعلى الشاطئ البحر الأبيض المتوسط إلا أن الجزء الأكبر يوجد في وضعية خصص مائي هيكلي ومن هذه الأجزاء المغرب هناك الوحات الوحات ديال درعاء الوحات ديال منطقة ديال تفلال ديال ورززات الوحات ديال منطقة ديال تفلال ديال بوزنيب ديال زاقورا نحرف أن نعرف أنه في هذه المناطق كانت هناك منتوجات جديدة أدخلت وأقحمت في المنظومة الفلاحية خصوصا إنتاج ديال دلاح وديال البطيخ وهي منتوجات أعتبرها في بعض المناطق داخلية وأنها أصبحت تنتاج مثلا في الشهور ديال مارس أفغيل والحقيقة أن المغرب لم يكن يعرف أنتاجها إلا في بداية الصيف ديال كل سنة وهذه المنتوجات تصدر في جزء منها أو تباع في المدن الكبرى بأتمان باهدة في بداية الإنتاج وهي إنتاجات تستنزف بشكل كبير الفرشة المائية في مناطق يحتاجون فيها السكان إلى الماء لاستهلاكهم اليومي لسد العطاش ولاستهلاكات اليومية الأخرى ثم هناك مناطق ديال الواحة الكبرى ديال الرشيدية ديال التفلالد ديال السيجي المساء هذه المناطق مدى وقع فيها منذ بداية القرن الحالي تم التوجه تدريجيا إلى غرس نخيل جديد ضيعات من النخيل جديدة وتتصور سياسة الفلاحية ديال الوزارة الفلاحة في المغرب اليوم أن يتم تقريبا غرس 8 مليون ديال النخيل في هذه المناطق والحال أنه تم التخليق أولا على الحواحات التقليدية كيف ذلك؟ نظرا لأن مثلا في المنطقة ديال الوزيد ديال التفلالد ديال الأوفوس ديال الرساني ديال الأرفود السد ديال على وزيد أوقف تدفقات المالية المائية على المنطقة وبالتالي ضعف صبيب ديال المياه التي يصل إلى هذه الوحات وكذلك في السنوات الأخيرة وقعت العديد من الحرائق التي تقريبا قضت بشكل تقريبي على العديد من الوحات التقليدية فيما يتعلق بهذه الوحات الجديدة أو بالضيعات الجديدة للنخيل هناك ضيعات من 200 كتار 300 كتار 1000 كتار 1500 كتار وهذه الضيعات كلها تستغل الفرشة المائية تستغل الفرشة المائية بدون مراقبة بدون رقيب بدون أن نعرف ما هي هذه الفرشة وكيف وماذا ستمكن من سقيه في السنوات في العقود المقبلة والحال أن هناك تقارير تقول أن إمكانية هذه الفرشة لسقي هذه الضيعات لن تتعدى سنة 2030 و2035 وبالتالي هناك إشكالين كبيرين الإشكال الأول هو إشكال الوحات التقليدية التي تم التخلي عنها تدريجيا والتي لنا حلول كثيرة لضمان استمرارها وضمان استمرار الحياة فوقها وضمان عائش المواطنين العاديين فوقها ثم هناك فيما يتعلق بين الوحات العصرية والوحات الجديدة الإشكال على الخصوص هو إشكال الفرشة المائية هل ستسمح أو لن تسمح في السنوات القليلة المقبلة برأي هذه الملايين من النخيل ثم الإشكال الثاني هو كيف ستسترد للدولة الإعانات الكبرى في إطار برنامج المخرب الأخضر التي أعطيت لأصحاب تلك الضيعات منذ بداية القرن الحالي وخصوصا منذ سنة 2005 وخصوصا